من النوم. اكشن. هيا بنات. انا شيرو. واهلا بيك في عائلة بنانيت شيرو. لو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعمليه. اشتراك في القناة وتفعلي زر التنبيهات. عشان يوصلك كل جديد نورتينا المكان مكانك ويلا بينا. الروتين الصباحي لكل بنت. ايوة ايوة. فيديو النهاردة هنعمل احلى روتين صباحي للمراهقات. اللي ما بتعرفش تهتم ببشرتها اول ما تصحى من النوم. كلكم كتبتولي في التعليقات يشيرو عايزين نعمل روتين صباحي لبشرتنا. نعمل ايه? نستخدم ايه? ايه الحاجات اللي مفروض نستخدمها? ايه الحاجات اللي مفروض ما نستخدمهاش? في الفيديو ده لك انت. هقولك ازاي تعملي روتين صباحي لبشرتك كل يوم اول ما تصح من النوم. عشان تحافظي على بشرتك من اي مشاكل ممكن تواجهها. زي جفاف البشرة اكتساب اشعة ضرة غمقان لوم بشرتك حبوب اي مشاكل البشرة بتتعرض لها بيكون سببها عدم الاهتمام وعدم العناية ببشرتك. فيلا بينا نبدأ الفيديو ونعمل مع بعض احلى روتين صباحي وازاي تعرفي تهتم ببشرتك وتستخدمي ايه? وايه الحاجات اللي انت محتاجة انك تعمليها بشكل يومي كل يوم اول ما تصح من النوم عشان تحافظي على بشرتك وتبقى بشرتك دايماً صحية وجميلة ورطبة كده وما فيهاش اي مشاكل. ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة مفروض كل بنت تعملها اول ما تصحى من النوم وهي ان احنا نخسل بشرتنا بالغسول المناسب على حسب نوع بشرتك. ولكن لو انت بشرتك جافة او عادية وغسلة بشرتك كويس جداً وعملها الروتيني المسائي قبل ما تنامي فاستكفي بس ان انت اول ما تصحى من النوم اخسلي وشك بماية فترة. ما تخسليش غسول خالص يا دوبك رشي بس وشك بماية فترة وبعد كده تنتقلي لباقي الروتين اللي احنا هنعمله في باقي الفيديو ولكن لو انت بشرتك دهنية وبتفرس كتيرة جداً. فاول ما تصحى من النوم اخسلي بشرتك باي غسول مناسب لنوع بشرتك. يعني تخسلي وشك بالغسول الاول وبعد كده تنتقلي لباقي الروتين اللي احنا هنعمله في البشرة. فانا دلوقتي هكسل بشرتي بالغسول بتاعي وارجع لكو تانيييييي هاجب منديل او فوطة قطنية وتكون خاصة بك انت. فافضل حاجة جبي مناديل. وابدقي نشفي وشك كده عن طريق الطبطبة. ان انت تبدأي تطبطبي على وشك. عشان تنشفي وشك وتتجنبي ان انت تجراحي بشرتك او تقزي بشرتك في الطبطبة يا بنات. مهمة جدا لازالة الزواج من البشرة. بلاش العنف مع بشرتك. ما تبقش عنيفة. تاني خطوة يا بنات اللي هي استخدام التونر لبشرتنا. تقدري التونر بتاعك يكون بسيط جدا انت كل اللي محتاجة حاجة تسهل عليك توزيع باقية المرتبات على بشرتك. وفي نفس الوقت تدي ترتيب لبشرتك كويس جدا. فانت محتاجة التونر يكون عبارة عن يا اما مية ورد يا اما مية بردة تخسلي وشك كمان بمية بردة او تمشي قطعة تلجة على وشك او تعملي تونر الشاي الاخضر تونر القرنفل او تشتري تونر جاهز من الصيدلية. بس عشان انت لسه سنك صغير انت محتاجة ترتيب خفيف جدا للبشرة فتونر الورد حلو قوي وهينسبك. او لو عندك حساسية من تونر الورد بديلي تونر الورد باي حاجة زي شاي الاخضر القرنفل. اي تونر انت بتحبيه اما تخطيه في زازة زي دي كده وتستخدميها عن طريق الرش. ان انت ترشي على بشرتك التونر كده او هتجيبي مية الورد عادي جدا وتكوني طبعا حافظها في التلاجة لان كل ما بنحتفظ بمية الورد والتونرات في التلاجة بتحافظ على عمرها وكمان ما بتكون بردة على البشرة بتبقى حلوة قوي. هتجيبي التونر على ايدك. في بنات بتحط التونر بقطنة. وهو ده غلط جدا لان التونر اللي في القطنة بالقطنة بتمتص التونر منك. ايدك طبعا تبقى مخصولة كويس جدا وتحطي التونر على ايدك وتعملي كده وتبدأي كده. كده بالزبط. ورقبتك كمان. فانت كده بتوزعي التونر بتاعك. تالت حاجة بعد محطتي التونر على وشك. ووشك كده لسه منادي. يعني ما تنشفهوش او تستني لما وشك ينشف خالص. لأ لازم يكون منادي. هتجيبي المرتب بتاعك اهم حاجة ان انت تتأكدي. ان انت بتستخدمي مرتب للوش مش بتاع الجسم وبتحطيه على وشك. خدي بالك قوي من النقطة دي. وان هو يكون مناسب لنوع بشرتك. انا بستخدم الماكرو بنسينول. هتبدأي توزعي المرتب على وشك. هجيبي المراية. هتبدأي. توزعي المرتب على وشك كده. وكمان رقبتك. وتبعيدي خالص عن منطقة العين. مرتبات البشرة خاصة بمنطقة البشرة بس. ما تحطهاش حوالين عنيكي. لانها ممكن تقلب معاكي نتيجة عكسية. وتسببلك سواد وهلات سودة ومشاكل كتير قوي. انت في غينة عنها. فكل حاجة حاجة. المرتب البشرة لمرتب البشرة. مرتب الجسم لمرتب الجسم. مرتب العين لمرتب العين. فهتبدأي توزعي المرتب على بشرتك. وطبعا ايدك تكون خفيفة جدا. بلاش الحركة بتاعت كده. كده. دي غلط? لأ. ايدك خفيفة قوي. ودايما وزعي الكريم بتاعك لفوق. يعني وانت بتوزعي الكريم كده. المرتب ايدك تبقى لفوق. تشدي وشك معاكي لفوق. الرقبة لفوق. توزعي دايما مرتبك وايدك لفوق. بعد ما حطيت كريم مرتب البشرة هننتقل للخطوة الرابعة وهي مرتب حوالين منطقة العين. تقدر تشتري اي مرتب للعين مناسب لسنك او ان انت تستخدمي اي زيوت خفيفة قوي زي زيت اللوز او زيت الارجان وتبدأي تحطيه يا ضوبك كده تحت عينك خفيف عشان يدي له ترتيب وفي نفس الوقت تبعدي عن خط الرموش عشان خاطر ما يسبب لكيش اكياس دهنية او يدخل في عينيك في ازيكي. فانا دلوقتي هستخدم معاكم الزيت عشان اوريكو ازاي بنستخدمه. بصوا انا جبت اهي بالصابع ده. الصابع ده يا بنات اخف صابع للعين حلو جدا. ويا ضوبك تعملي كده. بصي حاجة لا تسكر مجرد مسحة خفيفة جدا. وتبدأي من تحت من هنا كده تطبطبي. يعني بصي ما تحطيش كمية الزيت بالهبل. انت يا ضوبك عايزة مسحة خفيفة جدا. بصي كده. المسحة اللي انت عايزها دي كفاية جدا. نفس تاني في العين كده. بصي مسحة لا تسكر يا ضوبك مسحة. بعد ما وزعت مرتب العين ومرتب البشرة على بشرتي هستنى شوية من تلات دقايق لخمس دقايق. مهم جدا يا بنات ان احنا نستنى ما بين كل منتج ومنتج هنحطه على بشرتنا من تلات دقايق لخمس دقايق. عشان كده ما يختلطوش كل المكونات مع بعض وممكن يقلب معاك نتيجة عكسية. فادي مسافة بين كل منتج ومنتج حتى لو دقيقتين. ما ما تحطيش كل حاجة ورا بعض ورا بعض ورا بعض. لا 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 خالص. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتعملي اشتراك في القناة وتفعلي زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. بعد ما عدى تلات دقايق جبت كريمات الحماية بتاعتي من الشمس. استخدمي كريم الحماية المناسب لك والمناسب لسنك. ودي خطوة مهمة جدا. اوعي ما تستخدمهاش سواء كنتي قاعدة في البيت او هتخرجي. دايما استخدميها في روتين العناية الصباحي بتاعك. في الشتاء في الصيف في الربيع في القريف. في كل فصول السنة استخدمي كريم حماية من الشمس. لان مش بيحميك بس من الشمس. من اي عوامل خارجية من التليفون من اشعة الاضاءة من الاشعة المخفية اللي بتكون انت مش شايفاها. فاستخدمي كريم حماية من الشمس. لو انت سنك صغير جيبي كريمات حماية من الشمس مناسبة لسنك. فانا هيخد كريم حماية من الشمس. ولو انتو عايزين فيديو كامل ازاي تعرفوا ايه كريم الحماية المناسب تختاروه. وايه الكميات اللي مفروض نحطها على بشرتنا وفوائدها واضرارها. اكتبوا لي في التعليقات. وانا متحمسة جدا ان انا عملكم فيديو عن اختيار كريم الحماية الشمس المناسب لك. ابدأ اوزع كريم حماية من الشمس كده. واحط كمية مناسبة لان ده مش مرتب يا بنات. فلازم احمي بشرتي كويس جدا. وكمان الرقبة. وكمان ايدك. ولو انت مسلا رجلك بتبان منك. اه كمان رجلك. تمام? حتى الايد. اه طبعا. يعني خطوا كريمات حماية من الشمس في كل منطقة هتبان منك. لو انت مش محجبة وتبلبسي مسلا بنص اوقات. في كريمات حماية من الشمس بتكون للجسم. دي برضو جيبيها. واهتمي بنفسك. هبدأ بعد الوقتي اوزع كريم الحماية من الشمس بنفس طريقة المرتب لفوق. في ناس هتقول لي الكمية كتيرة. لا الكمية مش كتيرة جدا. الكمية مناسبة قوي. وكمان انا مقللة. لان انا بحطه قبل ما بخرج من البيت بروس ساعة او ربع ساعة لازم البشرة بتاعتي تتشربه كله. يعني لازم بشرتي تتشرب الكمية دي كلها عشان استفاد منها واحمي نفسي كواس جدا من الشمس. دلوقتي بعد ما حطيت كريم الحماية بتاعي هتستني بقى ربع ساعة نصف ساعة لحد ما وشك يتشربه كله وساعتها بقى لو عايزة تخرجي لو عايزة تحطي اه ميكب حطي لو عايزة تعملي اي حاجة في وشك حطيها. بس انتو لسه صغرين فما انتو مش محتاجين ميكياج. بعد ما كريم الحماية من الشمس بشرتي شربته كله زي ما انتو شايفين كده فاقل من ربع الساعة كمان. هبدأ دلوقتي استخدم بقى اخر حاجة في العناية بالبشرة وبقى كده عملت احلى روتين عناية ببشرتي. وهي ان انا ارطب شفايفي كويس جدا. وخلصت ورطبت شفايفي. دلوقتي عرفتوا ايه هو الروتين الصباحي المناسب لبشرتك. نغسل بشرتنا سواء كان بالغسول او بالماء على حسب نوع بشرتك واحتياجها طالما انت لسه صغيرة. تحطي الطونر على بشرتك. ترتبي بشرتك بكريمات مرتبة مناسبة. ترتبي حوالين منطقة العين كويس جدا بكريمات خاصة بيها. تستخدمي كريمات حماية من الشمس وترتبي شفايفك. وده هو الروتين الصباحي لأي بنت مبتدئة عايزة تهتم ببشرتها وتحافظ عليها. لو انتو عايزين الروتيني المسائي كمان اكتبولي في التعليقات عشان ده حلوة قوي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتعملي اشتراك في القناة وتفعلي زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. وبعد ما خلصنا الروتيني الصباحي ننتقل للفقرة اللي انتو طبعا بتحبوها وانا بحبها وهي فاكرت. نو دي سكاي بتسألنا عن كريم هيمالايا وبتقول هو كريم هيمالايا للشعر الجاف والهايش ولا? بصي اولا منتجات هيمالايا عاملة كريمات لكل حاجة. فانت لما تجيبي الكريم بتاعك جيبي الحاجة المناسبة الاحتياج شعرك. وجفاف وهيشان شعرك كريم لوحده مش هيعالجه. تبين محتاجة روتين كامل لشعرك. بيبتدي من الشامبو وروتين العناية الاسبوعي لشعرك مع التغذية الكويسة عشان تاخدي نتيجة حلوة لشعرك. لان هيشان الشعر. شعرك بيكون عايز اهتمام وعناية. مش عايز بس كريمات. الكريم مرحلة من مراحل تغذية الشعر. فاعرفي ايه الحاجات اللي انت عايزة تعمليها لشعرك عشان تحافظ عليه. وتقلني الجفاف والهايشان. وشوفي الفيديو بتاع اساسيات العناية بالشعر لكل بنت عايزة تهتم بشعرها. هسيب لك اللينك في صندوق الوصف. هيفيدك قوي. اما بالنسبة الهيمالايا. انا بستخدم هيمالايا اللي هو بالبروتين. ده حلوة قوي في ترتيب الشعر. وبيقلل من الهايشان بتاعه. بيخلي شعرك كده طول الوقت رطب في نعومة في لماعان. فحلوة قوي اللي هو بالبروتين. بس زي ما قلتلك علاج الشعر الكريمات ما هي الا روتين عناية. فاهتم بشعرك كله من بداية الحاجات اللي انت بتستخدمها للشعر. لحد ما توصل للمرحلة الكريم. عشان تلاقي نتيجة حلوة لشعرك. صار يا بنات بتعاني من المشكلة اللي البنات كلها تقريبا او طلب تربعنا كبنات بنتعرض لها قبل البروت. وهي مشاكل الم البروت. اللي هي الم في اسفل الظهر ما بتقدرش تمشي. عايز اقولك ان في بنات بتكتئب وفي بنات بتتعصب وفي في بنات بتتخني مع الناس كلها. انا واحدة بينهم تلات اربع صاحباتي وبخسرهم قبل البروت يعني عصبية لدرجة ان انا مش طيقة اي حد قدامي. فده شيء طبيعي جدا اهم حاجة بس. الدفي كويس. شرابي حاجات دافية وصويل دافية كتير. اه البيسي شراب في رجلك. ارتاحي في البيت. لو ما قدرتش تتحملي القلم قلم قوي قوي. خدي اي مسكن خفيف للقلم. ويكون مرة واحدة بس او استشاري الطبيب. لكن الموضوع طبيعي وبيحصل لنا كلنا لقيدي دي بتبقى اعراض البروت يعني اللي هو بتقول لكم انا جاية افسحوا الطريق. ابرار بتقول لنا الفيديوهات حلوة قوي. وهي مبسوطة انها بتتبعنا وبتستفاد مننا كتير جدا. انا مبسوطة ان انا بفيدكم. وبجد بحب اشوف تعليقاتكم الحلوة دي. بتفرحني قوي. بيتخليني عندي استعداد واستمرار كده ان انا اكمل وان انا بقى كل يوم ايما اصور فيديو. فربنا يخليكم لي ومرسي جدا على دعمكم. وما تنسوش تشعروا الفيديو صاحباتكم. هم كمان يستفادوا. عايزين نوصل مئة الف يا بنات. عايزين ناخد درها اليوتيوب. وده كان فيديو النهاردة عن الروتيني الصباحة اللي بشرة كل بنت مبتدأة تهتم ببشرتها. فلو عجبك الفيديو حطوا لايك. اعملي اشتراك في القناة. فعلي زر التنبيهات. عشان يوصلك كل جديد. وما تنسيش تروحي على انستجرام. بنزل فيديوهات قصيرة وبرد على كل الاسئلة اللي بتجي لي على الدي ام. فتعالوا هناك. هرد عليكم في اي وقت في اي سؤال انتو محتاجين الاجابة بتاعتم. ويبات سوالة.